طيب هنروح لعيب الجنباز يحصدون المديليات الذهبية والفضية مع المنتخب في بطولة أفريقيا كان في بطولة أفريقيا للجنباز رجال وسيدات وأبطالنا الحقيقة نجحوا في حصد المديليات الذهبية والفضية لعيبة ولعبات الجنباز في النادي الأهلي حققوا مديليات كتير في البطولة الأفريقية رقم 16 والتي تلعبت في مصر في الفترة من 18 يوليو اللي فات البطولة شارك فيها 95 لعب ولعبة من 8 دول أفريقية وحقق عمر العربي خمس مديليات ذهبية لعب النادي الأهلي في الفرق وجهاز الحركات الأرضية وحصان الحلق وحصان القفز وجهاز المتوازي وحقق المركز الثاني والمديليات الفضية في الفرد العام ده بالنسبة لعمر العربي وحققت جنب رهيم لعبة النادي الأهلي جنب رهيم أبو الحسن المركز الأول والمديليات الذهبية في منافسات الفرق وكمان حققت المركز الثاني وثلاث مديليات فضية في أجهزة الفرد العام وجهاز الحركات الأرضية وجهاز عارض التوازن وحققت حبيبة حسام حققت لعبة منتخب مصر للناشئات المركز الأول والمديلية الذهبية في منافسات الفرق وأكيد سيكون معنا عمر وجانا في حلقة قادمة لازم يكونوا معنا الأبطال الأبطال أفريقيا